هذه البكرة والاعتبار بها بكرة أسيس البكرة الواحد والأقوى الأسيس حركة النار هذا ليس احتبالاً وإنما هو إحياء باعتباراً تذكر شهداء النهضة ومناظرينها ومن نصرهم مطفوب بمناسبة ولكن بإطار تحشيد كل القوى لمقاومة الانقلاب تحشيد كل القوى لمناصرته المجلس العقابة ومناصرته الصحافة الحرة ومناصرته في القيمة التي جاءت فيها الثورة والتي هي مهددة حقيقة من الانقلاب بضبام استبدالي فردي حل أو يريدون أن يحل بحل الدستور حل أن يبعون الذين يختارون الشعب التونسي وشهداء أنا لم أستمع للتصريح لأنه يكن في نشاط آخر ولكن هذا مطل كان حقاً قدماً من قبل وعقد متمر القاد وطني يفرزوا الهكومة تأخذوا مشاركة تزكيتها من البرلمان من الميز الموارد الشعب أما عن مسالة القبارت مذبحة القبارت يعني مش نكسر فقط يعني وعبوان صارخ على السلطة لم يعترف السيد قيس بسلطة القبار وظل مصراً على أن القبار وظيفة أن القبار مظفين عنده ولم يتزحت عن هذا وإنما مضاع قدماً في الفعل بهم فالسيد مع المواردف حتى الصغة السيئة حتى الحسنة لأن المواردف نفسه ولم يتصرف مديره أو الرئيس لا يتصرف به يعني تصرفاً موحشاً لأن الرئيس تصرف تصرف موحش توجه القبارت وهم ليسوا مضطفين وإنما هم سلطة وعلى كل حال للتونسي أن يحتز بقضاته وأن يقتنع تماماً نحش السنوات من الثورة تركت تراها في النفوس تركت رصيداً من دولة القانون ومن ثقافة السلطة القانون ومن ثقافة الحرير بما جعل السيد قيس يعني يعجز عن ضبط هذه 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 دفعات هذه الدفقات من الحرير التي تركت عشر سنوات من الثورة حيث عشر سنوات كانت تذهب هدرا وإن مرسة خط قيمة الحرير ومن ذلك نرى من القباط طوال عهد بن علي لم يتمرد إلا أفراد قليل من القباط فإنما اليوم نرى مؤسسة في كبيرها بل مجلس القضاء يتولى الرئيس حلو ويقاو ثم ينصب مجلساً بديلاً له والمجلس البديل له أيضاً يرفض أن يستجيب للطلبات للتعليمات فيعود يحل هايفاً يعني نوع من العبث فنحن نفخر بمؤسستنا القضائية وأن نقدم لها كل التعام لأن بلاد ما فيهاش قفى مستقلة مثل سكنش في الحقيقة